يعد الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية جوهر السلامة المرورية التي تعمل على تحقيقها الإدارة العامة للمرور بالتعاون والتنسيق مع كافة مستخدمي الطريقة وفي هذا الإطار استحدثت الإدارة العامة للمرور مجموعة من التقنيات والآليات والخدمات التي من شأنها المساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية على جميع شوارع مملكة البحر سجلت الإدارة العامة للمرور في الفترة الأخيرة تقدماً متميزاً على صعيد السلامة المرورية كان من بين مؤشراته تراجع عدد المخالفات والحوادث المرورية والذي جاء نتيجة الجهود المكثفة والأداء المروري من خلال الدوريات المنتشرة على مدار الساعة في كافة أنحاء البلاد فضلاً عن التعاون الفعال الذي يبديه مستخدم الطريق تمت الدراسة على الربع الأخير من العام الماضي تمت مقارنة بشهر مارس وأبريل 2017 انخفضت المخالفات إلى 75% هذه الإنجازات لم تكن تتحقق لو لا نظرة معالي وزير الداخلية في مسألة زيادة الضابط وحماية الناس على الشوارع وتفعيل الضبط الإلكتروني هذه المخالفات لما تم تحييدها وتم خفض عدد المخالفات أثر بالتالي إيجاباً على أعداد الحوادث المرورية فتم خفضها إلى رقم إن شاء الله نواصل إلى نهاية السنة بحيث أن تكون الأعداد أقل وأقل المواسم التي تكون فيها بعض المواسم مثل الفترة لما يلشت زيد الحوادث في منطقة البار سنجرسها بحيث أن ماتي هذه المواسم إلا مستعدين لها في مسألة توعية وتنفيذ القانون وإن شاء الله تنخفض عن الأعوام الماضية وقد ساهم انخفاض عدد المخالفات المرورية بنسبة 75% خلال الشهرين الأخيرين بحسب ما أعلن خلال اجتماع مجلس المرور برئاسة معالي وزير الداخلية في تحقيق هذا الإنجاز في إطار العمل المستمر على تطبيق قانون المرور واستخدام الأنظمة الذكية في رصد وتتبع مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية فضلاً عن مشاريع الحملات المرورية التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بشكل متواصل خلال فترة بسيطة تم خفض عداد المخالفات في ذي المناطق من ذي المناطق هي الإشارة في شارع الملك فيصل بالاتجاهين تم خفض بس في ذي المنطقة إلى 70% لازل نبعد بندرس الأماكن اللي ممكن نزيد فيها المخالفات إذا شفنا أن الرقم مرتفع ندرس الأسباب ونحط لها حلول الحلول تكون جانب توعوي جانب هندسي وجانب في تنفيذ القانون وهو تختص بالدارة المراقبة المرورية والعمليات لكل متعاون هذه دليل أن الدارة العامة المرور مع الجهات المختصة فيها الجانب رؤيتها واضحة في مسألة خفض الحوادث تكون طرقنا أكثر سلامة ومستخدمي الشوارع أكثر وعي وإن شاء الله في تكاتف الناس بوعي المجتمع ومستخدمي الطريق إن شاء الله تقل هذه الحوادث وكذلك تقل عداد المخالفات ويأتي التزام الإدارة العامة للمرور بنشر الوعي والثقافة المرورية لكافة مستخدم الطريق ضمن الواجبات والمهام المنوطة بها والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع المرورية التوعوية ومن بينها إلقاء المحاضرات لكافة مستخدم الطريق بمختلف فئاتهم العمرية وجنسياتهم وحثهم على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة كل هذه الجهود محورها تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية وهو أمر يستدعي التزاماً من قبل مستخدم الطريق بالقواعد والأنظمة المرورية يرافقه كذلك تعاون دائم مع الرجال المرور